أهلاً بحضراتكم مرة تانية ولكل المشاهدين اللي قاعدين بيسمعونا تلوقتي وهم أكيد بقى في البيوت كل الأزواج والزوجات بنراحب بيكم والفقرة دي النهاردة عشان بنهمس كده في أذن كل زوج وكل زوجة أرجوكم بلاش تاخدوا نصايح من السوشيال ميديا أرجوكم بلاش نصايح السوشيال ميديا بلاش تخلوا التجارب الفشلة اللي أي حد احنا ما نعرفش هو خبراته إيه خلفياته إيه طالع بيدينا نصايح إزاي نتعامل بيها في بيوتنا أرجوكم لأ أعدوا صابعكم مرة واثنين وثلاثة ودوروا الكلام في دماغكم مرة واثنين وثلاثة قبل ما تقتنع بأي كلمة أي حد بيقولها على السوشيال ميديا بمقنابة ميسي بيوتنا موضوع مهم قوي مرحب بضيفي الكريم في الستوديو دكتور عمر ورداني أمين الفتوى بدور الإفتاء المصرية مدير مركز الإرشاد الزواجي دكتور عمر أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم بك أستاذ عمر وفي الحقيقة يعني موضوع في غاية الأممية وفي غاية الحساسية في الفترة اللي احنا فيها دي أكيد للأسف وبيسمم الأجواء وبيخرب بيوت ناس جديد طبعا طبعا وبأقل وأقل تمن جدا يعني ده عامل زي بزبط زي القرس بتاع القرس الغلة اللي بيه اللي بيه الناس بتنتحر بيه للأسف للأسف طيب اسمح لي أرحب بضيفنا طبعا حبيبي مشركنا الحقيقة دايما بسيط مندوح المصري منصق مشروع موادة بوزارة التضامن والمحرومين منه نهارنا في الستوديو لكن هو في لقصر وبنتمنى له كل التوفيق أهلا بيك بسيط مندوح أهلا بحديك دكتور عمر وأهلا بالدكتور عمر الورداني أنا مفتقد كمان والله يوجودي معاكم الله يخليه وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة ونحافظ نساعد كمان الأسرة المصرية أن هي تساهم في تأسيس لمبادئ حقيقية يعيشوها سواء بدون التأثر بالسوشيال ميديا طبعا طبعا طيب نبدأ السؤال إلى أي مدى شايف دكتور عمر أن فعلا الناس أصبحت دلوقتي بتستقي معلوماتها أو تستقي توجهاتها حتى في بيوتها من خلال السوشيال ميديا طبعا بيجي لحركة حاجات كتير في الضرب طبعا أنا في مركز أرشاد زواجي مركز أرشاد زواجي عامل زي بالظبط زي ما كان زمان يقول لنا لما ييجي حد يقول لنا أصل المشاخ تلفوا أبعارف المشاخ مين عم محمود البقال الله ينقي حد عليه سمت التدين وروح يستفتيه بعد كده يقول لي إيه المشاخ تلفوا في دع المال في البنوك هو نفس الكلام بيحصل عندنا يروح يقرأ من السوشيال ميديا وفيجي يقول لي والله إحنا كل التجارب الممكنة مش نافع معنا في حالتنا ويكون عارف حاليك زي بالظبط إيه لما تجيب الغزل بتاع خيط الغيط الصوف دوت شل الصوف ويجيب وبعدين تلعبك وخد فكرة من هنا وخد فكرة من هنا وخد رفكرة من هنا كل فكرة بتصيب البيت بالإحباط كل فكرة فشلة طبعا أصلا مش مهمة بس أن تكون شادرة من واحد فاشل لكن كمان واحد مش من أهل الخبرة الله أصبح وتعالى يقول فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا دايما بقولهم أن في الشرع الشريف في حاجتين الشرع الشريف يحتاط فيهم جدا الأعراض والدماء فالحقيقة فكرة الأعراض دي لازم لوحد لما يدخل فيها يدخل بحرصة جدا 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 ولذلك فليقل خيرا أو ليصمت أنا نصحتي للناس أرجوكم المسألة المسألة الزوجية مش كل اللي تزوج يبقى خبير في إعطاء النصائح الزوجية طبعا لأن في كتير من الأحيين إحنا أصلا دخلنا الجواز كتير من إننا دخل الجواز من غير ما يتأهل شوف حضرتك الكارسة واحد ما تأهلش فرح أعمل خبرات فالخبرات دي كلها رحى في الرصيد السلبي شخص تاني اللي حصل سمع من حد تاني فجرب فقال في الحقيقة الطريق ده زي طريق مثلا حل المشكلات مع الشخص اللي هو خان أو شخص اللي هو فقد السقة دي ما فهاش راجعة كل الكلام اللي هو بيقوله ده مبني على إيه مبني على إنه هو لم يطبق تطبيق السليم إذن إلى أي مدى حضرتك سألتني إلى أي مدى السوشيال ميديا حسرت تأثيرا سلبيا على ده الحقيقة أنا بكلم على سوشيال ميديا على أنه وسيلة محايدة لكن التطبيقات والاستعمالات التي تستعملها الناس التي لا واضح فيها انخفاض الوعي لازم نعترف ده واضح فيها انخفاض الوعي جدا 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 واضح كمان إنه إحنا مدى خناش في البيئة التي يمكن من خلالها إنه إحنا نعيد الزواج إلى قدسيته مرة تانية إحنا بنجرب في الجواز كأنه نجرب في ملعب كرة أي حد يشوط أي شوطة ويمكن تجرب ويمكن تطلع صح فإذا بها تكسر خاطر زوجه وتأثر سلبا على حياته ولزاك فيه أربع تأثيرات واضحة جدا 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 في القصة دي أول تأثير واضح جدا جدا في مسألة تأثير الناس بالسوشيال ميديا أول حاجة هو تراجع ما يسمى بالمواد والرحمة متمثلة في إيه؟ متمثلة في الحدة الشديدة في التعامل العدوانية بقت فيه ظاهرة اسمها العدوانية الزواجية أنا بيجي للاتنين أقول لهم بعد إذن حضراتكم حضراتكم ممكن تتعاملوا مع بعضا لأنكم أزواج أنت ستراوي غضاءها وإنت جزء منه أنت التصرفات اللي أنت بتصرفوها ده تصرفات عدوانية أنا على طول بيبقى عارف ده إيه جاي منين جاي من واحد بر الموضوع ما تعملش مع القضية على إنها دم ولحم فأول حاجة ظهور العدوانية تاني حاجة هو بشكل واضح جدا جدا ظهور التصطيح في حالة من حالة التصطيح جدا 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 في الأشياء اللي بتيجي من السوشيال ميديا حاجة اللي بعد كده التالتة ودي زوار كلها جاية من السوشيال ميديا الحاجة اللي بعد كده هو ما يسمى بالاستخدام للمفاهيم الصحيحة في الإطار السلبي زي مفهوم الخصوصية ومفهوم استقلالية لم أرح استعمال سلبي المفهومين زي مفهوم الاستقلالية ومفهوم الخصوصية مفهومين مهمين جدا جدا في جواس لكن الاستعمال بتاعهم في غاية الخطأ آخر حاجة يعني أنا ممكن يسميه احتلال المفاهيم حصل احتلال المفاهيم مهمة جدا جدا في حياتنا بشكل مخطأ جدا جدا الحاجة الاخيرة ان حصل تدعيم للأفكار السودوية في الجواس مظبوط الاربع تأثيرات دولة مظبوط تأثيرات في غاية الخطورة في المسألة طب جات منين؟ من ان كل الناس بتتكلم عندنا حاجة عديدة اللي عارف واللي مش عارف اللي فاهم واللي مش فاهم وكمان المسألة الاسوأ من كده ان بعض الاحيين بعض الناس بتتكلم لان هي في الحقيقة محبطة فكلام المحبطين بيعمل جيش من المظلومين اللي هو ملوش وجود يعني المظلومية دي معضية انا زميها المظلومية الزواجية طاقة سلبية بتتنقل من اللي بيتكلم لملايين المطلقين بقى ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليقل خيرا او ليصمد ليه طيب عشان الحقيقة لابد ان الشر يقف عندك طبعا لكن ان انت تحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا مش لازم الفاحشة بس اللي هو الزل الفعل الحرام يعني مش بس فعل الحرام لكن ده نشر ما يؤدي كمان للحرام خراب البيوت خراب البيوت كارثة خراب البيوت كبيرة طبعا ولازم اقول للناس خلوا بالكم بس براحة وانتوا بتكلموا في الجواز ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ده حضرت نقول لا يلقي بالا مش وقت باله كلمة عادية يعني تهوي به في النار سمعين خريفة اتخيل بيوت كلها كلمة تقدي لخراب بيت ناس هو ما يعرفهمش تهوي به في نار جنب سمعين خريف اتخيل بقى نضرب الكلام نار في عدد الناس اللي سمعوك كلمتين دول اه في مئات الالاف او الملايين طيب اسمح لي اروح طبعا يا واسم ادوح للأسف في ناس كل همها ان على صفحته او صفحتها يجيب الاف اللايك والشير واللي ده بالتالي بترجم لفلوس يقولك ما تنساش تفعل الجرس وفي النهاية الجرس بيدق على نفوخ الناس اللي قاعدة بتتفرج عليهم في البيوت الى اي مدى انتو شايفين في وزارة التضامن ان فعلا احنا امام غزو لبيوتنا وللسلام داخل بيوتنا بسبب السوشيل ميديا والناس اللي مش عارفة اللي بتطلع تتكلم في حياة الناس على السوشيل ميديا خليني اقول لحضرتك في البداية يا أستاذ عمر ان بالفعل سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت احد اهم خمس اسباب من اسباب التلاق في مصر وخليني كمان اقول لحضرتك ان بعض الدراسات اللي اجراها الباحثين في العلوم الاجتماعية في مصر بيقولوا ان يعني سوء استخدام وصالك التواصل الاجتماعي ادى الى ان يحصل بعد في التفاعلات الحياتية ما بين الزوج وزوجة بنسبة 65% عن ما قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كل ده بيدينا بعض المؤشرات اللي احنا بنحلل المشاكل اللي موجودة في المجتمع واللي بالتالي بتؤثر على ازدياد وارتفاع حالات الطلاق وجدنا ان وسائل التواصل الاجتماعي هي عبعات سلبية خطيرة جدا رقم واحد وسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك اشرت وقلت بيطلع بعض الناس الغير متخصصين ممكن يبقى عندهم مهارات كويسة عندهم كاريزما في انهم يقدروا يوصلوا رسائل يحكوا كويس بالضبط وعنده قبول مع الناس فيبدأ يدي للناس رسائل غير مباشرة سواء على فكرة رسائل دي اما تبقى رسائل تحفزية للراجل ضد زوجته او تحفزية للزوجة ضد زوجها بتقوم طرف على طرف دي نقطة الاولى او رسائل تانية من شأنها ان هي تخلي عدم رضا بيحصل بين الزوجين بنلاقي طول الوقت ان بنلاقي بعض الناس اللي على سوشيال ميديا تطلع تقول احنا سافرنا وروحنا واشترينا بيعرضوا بس الجوانب الإيجابية بتخلي بعض الاسر تبقى قاعدة بتقارن حياتهم بالحياة اللي يشوفها سوشيال ميديا وده بيأثر عليهم بشكل سلبي ضخم جدا عدم الرضا ده في وقت من الاوقات بيخلق المقارنة اللي هي مشكلة اكبر واصعب في وقت من الاوقات لما الزوجة تحس ان زوجة بيقارنها او الزوج يحس ان مراته بتقارنه دي بتعمل مشكلة ضخمة جدا نقطة الثالثة والمهمة جدا زمان كان من اسباب الطلاق افشاء الاسرار المنزلية ان البنت او الولد يحكي مشكلة بتحصل ما بينهما بالمراته او الاصحابه دلوقتي الموضوع اصعب واكثر تعقيدا بان اللاقين في وقت من الاوقات ممكن يكتبوا ده على صفحات التواصل الاجتماعي او يبعتوه في جروبات ويكتخيل معايا كده يا أصوص عمر لو زوج اكتشف ان زوجته كدبه شكوى على احدى مواقع التواصل الاجتماعي او المجموعات ومستنيها رد او مستنيها حلول ووصلوا موضوع زي ده كان رد فعله يعني حرومات البيوت للأسف الشديد لما ناس بتكتب ده وبتشير ده ده مش عارف مين سألت ايه او مين عرض مشكلة ايه او مخبين الاسم ولكن لما تبص في اصل الكلام المكتوب ده فيه افشاء لأسرار بيوت لأذكر علاقات الشخصية بمينة رجل وبراته وده بيهدم البيت يعني مش بيهدم المشاعر فقط ده بيهدم البيت ككل لما حد كمان من زماية للزوج ده او من اصدقاءه او من نصر يلحص حاجة زي كده ده بقى كارثة طبعا او حد يا فنم مدسوس ممكن تلاقي في ناس مدسوسة جوه الجروبات دي ويبتدي يصطاد في الماء العكر وبيحصل يا فندم بقى دي النقطة التانية ان حد داخل يشتكي فيخش ناس من اللي عندهم سوق نية يبدأوا في وقت ان الوقات يقدموا نوع من انواع الدعم فنلاقي ان التقارير اللي كان بتطلع ان الخيانة عبر الانترنت اللي كانت موجودة بنسبة خمسة في المية وقدت لطلاق ضخمة جدا بيحصل نتيجة ده ان مفيش تفاعلات بين الزوج وزوجته مفيش عاطفة زي الاول فكل واحد بدأ يعود ده من خلال وسائل تواصل افتراضية وبتحصل من هنا الخيانة النقطة التانية اللي انا عايز اقوله على حضرتك يمكن دكتور عمر كمان يشاركني فيها ان مفيش روجتة واحدة نقدر نقدمها لكل المشكلات الاسرية مثلا اللي بتعاني من العنف مفيش استشاري متخصص في مجالات الاسرة يقدر يكتب حل كل المشكلات الاسرية على اي موقع من موقع التواصل الاجتماعي والناس كلها تاخدوا الطبق ليه؟ لان كل مشكلة لها خصوصية كل مشكلة لها اسباب وحرج تتكلم على استشاري ما بتكلمش على حد انا مش عارف مؤهله او خبراته او ايه جدرته ان يتكلم في مشاكل بيوت او مشاكل ناس صحيح يا فندم يعني لو حد اتصل باستشاري مثلا وقال له انا عندي مشكلة وعايز احلها الاستشاري يقول له انا مقدرش اقولك الحل دلوقتي احنا لازم نقعد نتكلم ونسمع الطرف التاني وندرس الاسباب والابعاد ممكن تبقى نفس المشكلة دي متشابهة مع مشكلة تانية بتعني منها اسرة تانية ولكن الحلول اللي تتقدم هنا مختلفة تماما طبع يعني النصيح الجاهزة او المعلبة دي مرفوضة وخطر صح كده؟ خطر جدا وابعادها على الاسرة كلها خطر جدا طيب فكرة الاستهانة يا دكتور عمر فكرة الرجل اللي قاعد بيتسلى عجبه قوي الصفحة بتاعة فلان فلاني او فلان الفلانية لعما لا تبدي نصيحها للازواج او هي اللي قاعدة تتفرج على فلان فلانية اللي عمالة تبدي نصائح للزوجات وعمالة تزم في الرجالة ولو قالك بم مش عارف ايه ولو قالك ايه اخد شانطتك وروح على فين خطورة ده ايه شايف او او كمان الرسالة اللي توجيها للرجل او السته اللي اصبحوا مدمنين لهذه النوعية من النصائح الحقيقتين في كلام لما قلت ان هو بتعمل ادامان الحياة دي بتسري من غير ما يصل للانسان وتتبع شخصيته وتتبع نظريته اللي يعني بتعمل اسوأ تالي حالي بتعمله ان هي بتمرمجه نفسيا وعقليا ان هو بشكل واضح جدا 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 يبقى دي صورة الجواز اللي عنده ان هو يتجوز ويبقى الجواز اسوأ ظاهرة ان الجواز يتمحور حواليه يبقى هو متجوز عشان هو يبقى سعيد لان كل الكلام اللي حداك تفضلت بيه سواء في تحفيز المرأة ان هي تحصل على حقها وان الجواز ده عبارة عن وسيلة لإسعدها ووسيلة ان هي ترتاح العدو اللي لازم نكسب منه بالضبط لابد ان انت تحصل على حقك باي شكل من الاشكال مهما كانت الخسائي ده اللي بيقول ده كده واللي بيقول للزوج نفس الكلام انت مفيش زيك وانت بتعمل كذا وانت كذا وانت كذا الطرفين دول بيعملوا ايه بيخلوا كل واحد يتمحور ويتخندق كل واحد فيبقى احنا عندنا طرفين هم واقفين في حلبة الصراع فيحصل عندهم حاجة اسمها زواج الصراع كل واحد فيه اي كلمة او اي حاجة لا تتناسب معه من خلال رؤيته يعتبرها انواع من انواع التعدي ولذلك ايه اللي حاصل احنا في جلسات الارشاد الزواجي عندنا بنعمل ايه نشوف الفرق ما بين اللي احنا بنعمله في الجلسات المتخصصة واللي بيتم ده بنعمل ايه احنا عندنا بننتقل من الانا الى نحنه فازاي ان انخياء الانسان ينتقل الى الانا نحنه ساعات كتيرة جدا جدا بنعملهم تدريب بنقول الاتنين انت اتنين قاعدين جانب بعض انت فلان انت صحر وانت سامي احنا ام يا سامي ام يا صحر ونقعدهم جانب بعض فاكلم سامي على انه صحر واكلم صحر على انه يا سامي وكل واحد يبتدي يفكر في شريك حياته عشان يطبق حديث رسول الله سلم لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه تخيل بقى احنا بنعمل ايه بنكسر الان عشان نقدر عشان نقدر نروح لنحن نندمج ده ما بيحصلش بيحصلش ده فاول شيء بيتم هو ما يسمى تحويل الزواج الى حالة بتصراع ده بيحصل ببساطة الناس بتعملوا الناس بتعملوا الناس فاكرا حسنا تتسلق او بتتحك ولكن وراء الضحكة دي هو بيرصخ مفاهيم عند الواجل اوسيقى خليني اقول لحضرتك انا تعودت كل ما اطلع الهواء يبقى قدام كوباية مية واشربها في كل بها لو اني تلوحت على هوا الكوباية مية مش موجودة انا احس بانزعاك فهو الرسائل اللي هو بيسمعها كل يوم دي وهو هو ادمنها هيبقى خلاص جزء من حياته جزء من برنامج بتاعه جزء من تفكيره جزء من رؤيته الخطر اللي عندي ان الاسرة في هذا السياق تضيع ويبقى الشخص كأنه دخل سوبر ماركت عايز اللي هو عايزه عايز يحصل على لزيته ومتعته مش عايز يحصل على السعادة والمفهوم التاني بقى اللي بيحصل احنا مش دانين طبعا احنا عاديين بقى مخصصين عاديين نحلل ايه المصايب اللي بتحصل اول حاجة بتزهب قدسية مفهوم الاسرة ومفهوم الزواج التاني مصيبة بتحول بننتقم من السعادة الى اللزة انا عايز لزتي لان السعادة حياة بعيشها لكن اللزة ده شئ وقت انا عايزه دلوقتي فايه اللي حاصل انت لو ما ارتحتيش مارس التمرد ومارس العسيان وبدل ما احنا بنرتقي في ما يسمى بيسلم الترقي الزواجي اللي بننتقم فيه من التوافق الى الرضا الى السعادة ننزل في درج الايه فده انا كنتنازع الزواج نختلف فننزل بالتحت نختلف نتنازع يحصل شقاق فشوف حاضرتك كم من حضار اللي بيحصل يبقى اول حاجة زهبت قدسية الزواج وقدسية الاسرة تاني حاجة ببساطة خالص حصل عندنا نوع من انواع خيبة الامر الامر اللي بي المهم بعد ما بتزهبت قدسية الزواج وندخل في مسألة الصراع الزواجي كمان يحصل خيبة الامر من الحل ليه طيب ان خيبة الامر من الحل بتيجي منين من الحلول غير حقيقية هو ايه الفرق ما بين الحل الحقيقي والحل الحقيقي اللي جاي من الخبير ان هو حل بيتوفر فيه تلات حاجات اول حل علمي تاني حل مجرب تلات حل حصله تقييم الاسر بتاعه لكن لما تختفي كل المهير دي واحد طلع زي ما بيقول كده طلع يطق حنك فإيه اللي هيحصل ببساطة خالص اني واحد عمل ايه رمى قنبلة في البيت هو مش عارف الاثار السلبية احنا ببعض الاحيان بدينجي واحنا بنعمل الاستشارة نقوله على فكرة متفهمش كذا ونحط شوية دوابط شوية شروط لان احنا بنقوله يعني لما اقوله خلي بالك احنا لما نبتنع عن الكلام عن الماضي ده مش لان الماضي ما كانش فيه واجعة لا لان المستقبل احلى بكتير واهم كتير ايه اللي نعملته ان انا خليت نفسه الامارة بالسوق ما تقولهش وهم فيصدقه فانا عملتله حاجز ما بين دو ده ونحط له شوية محازين ونحط له شوية اجراءات كل ده مش هيحسن غير لما يكون فيه خبير اولي بيكلمه طيب احنا نزلنا الشارع بالكاميرا وسألنا الناس على بتسمعوا النصايح دي في وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأ وتحديدا بالنسبة للناس حديثي زواج فكانت الاجابات الحقيقة محتاجة ان احنا نطرحها على حضرتك وعلى الأستاذ ماندوق بس الاول تعالوا نشوف رأي الناس ايه عايزين نعرف عن علاقة الرجل بزوجته هل ممكن يصير غضبها لو هي ليتو بتواصل مع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة لا هو اكيد طبعا لو مفيش تفاهم هيبقى فيه نوع من انواع الاضطرابات العلاقة او هيبقى فيه نوع من انواع التنشنة لكن لو فيه تفاهم وهي واسكة في زوجها وهو واسك في زوجته فاعتقد ان ده مش هيأثر باي شيء ولكن برضو احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بقينا بناخد وقت اكتر من اللازم يعني بنوعد نتصفح النت كتير مما يؤثر على علاقاتنا الاجتماعية والأسرية بالنسبة للصفحات دي بتاعت الفيس هي كويسة بتخلي الرجل او ست ازاي يقدر يتعامله مع بعض لما بتكون يعني ما يكون على اساس البوست او الصفحة نفسها يعني بتنزل حاجات هدفة لكل حاجة سلاح ذو حدين ضار ونافع لكن لو انا استخدمت الحاجة دي او غيري استخدمها في حاجة تنفعه وبالذات العلاقة الزوجية انها تحافظ على العلاقة الزوجية ليه لا بالعكس يعني الخبرات ناخدها من الاخرين منضيفها للخبرة بتاعتنا سواء الست او الراجل شيء مضر جدا واصبح مؤخرا سبب من الاسباب ممكن يحصل مشاكل بين الاسرة او تفكك او غيره والاسف الناس بتتبع الكلام ده بشكل رهيب جدا هل حضرك شايف ان الصفحات التواصل الاجتماعي دي ممكن توطر العلاقة ما بين الرجل وزوجين اه بيحصل بيحصل طبعا توطر للعلاقة زي ما قلت لحضرتك لو ما فيش ثقة موجودة وتفاهم اكيد ملون في المئة هيحصل توطر حتى وان كان ما فيش خطأ لو الثقة موجودة بين الطرفين ما اعتقدش انه ده يعني يثير الغيرة بالعكس انا واثقة بجوزي وهو واثق بي فان شاء الله احنا الاثنين منحافظ على بعض في الحضور وفي الغياب زي ما بقولوا مشكلة السوشال ميديا ان الناس مش اهل السقة ان احنا ناخد يعني ناخد يعني ناخد معلومة منهم بالعكس احنا لو محتاجين نشتكي لطرف تالت ممكن نروح الاستشاري متخصص في العلاقات الزوجية او متخصص في موضوع الشريكي الحقيقة بزياد هو لو تفاهم مع امراته وتكلم مع امراته ممكن كل حاجة تتحل يعني اه وفي عندنا يعني عندنا بيقولوا يعني ان نختار حد وسيط حد وسط بين الاثنين يقدر اه لو في سوق تفاهم يحل بينهم حسب المشكلة وحسب هو بيدور على ايه يعني هو انا ممكن نكون بدور على حاجة ان انا بدور على حل وممكن نكون بدور على حاجة ان انا بلاقي يعني ابدور على حاجة صعبة بالموضوع اكتر طيب اه فقدنا اتصل بالاستاذ مامدوح لحد ما يرجع انا لازم اخد رأي دكتور عمر رأي كيف الكلام اللي اسمعنا الكلام ده في غاية الاهمية احنا عندنا دلوقتي وكأننا عملنا انطباعات في علم الاجتماع ما يتسماش لكن يدينا انطباع عندنا ثلاث فئات بيفكروا في الامر ده اه ده مفيد ده سلاحظوا حدين لا افضل الروح لخبير والناس دي مش اهل الصفر بالضبط بالضبط لكن الملاحظ مهم جدا جدا ان افضل نتيجة كانت بتقالف التقريب من اصغر اتنين صح اللي هما الشابين اللي يبدوا ان هما اما خطبين او زوجين مضبور فإن اللي حاصل هما اللي قالوا لا احنا مش هنسمع ده احنا نروح للخبراء لو كنا محتاجين لده وده معنى كده ايه ان في امل في امل ان الناس بيسداد وعياها بس بيسداد وعياها بتكلفة عالية إيه اللي حاصل الناس بقى اللي في حاجة تانية ان احنا كلمة مهمة جدا جدا احنا ممكن ناخد الخبرات من غيرنا لكن في حاجة مهمة جدا كلمة خبرة كلمة خداعة اه الخبرة دي صناعة سقيلة طبعا ما هياش حاجة تافهة كده ممكن نتكلم عنها صح صح طيب اسمح لي نروح للخبراء نروح بعدين نتكلم عن الخبراء نقصد ممضوح لما نزلنا شوف هنالك سمعت معنا تعليقات الناس واللا لما زنهم على السوشيال ميديا ممكن تاخدوا بنا نصايح او لو شريك حياتك او حياتك بيتفرج على النصايح دي على السوشيال ميديا ها تدفع لي معاه فكانت النتائج اه الناس ممكن تروح للسوشيال ميديا لو ما فيش تفاهم متحدثة كريمة يعني قالت كويسة بتعرف الناس ازاي يتعاملوا مع بعض شاب زي الفل قال لا دي مضرة جدا وبتخرب البيوت شابة كمان ما شاء الله عليها قالت الناس دي مش اهل ثقة ان احنا ناخد منهم خبرة تعليق حضرتك ايه خلينا اقول لحضرتك يا سيد عمر ان المواقع التواصل الاجتماعي مش معروف مين الاشخاص اللي بيشكلوا وعي المجتمع فدلوقتي لما احنا نلاقي ان في ناس بتورسي يعني بالناي مثلا نوعية من نوعيات المنشورات اللي بتبقى موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ان زوجك ما يبقاش راجل اصيل الا لو عمل واحد اثنين ثلاثة اربعة طب هو لو بيتمتع ببعض اسم مين اللي حط القواعد دي مين اللي صاغ القواعد دي مين اللي بيخلي ان في نموذج معين لو هو مش موجود على النموذج ده سواء الزوج او الزوجة يبقى هو مقصر هل حضرتك يا سيد عمر تعرف ان دلوقتي اصبح في ما يسمى بزواج التواصل الاجتماعي او زواج الانستجرام او غيره ان اصبح الولاد والبنات بيتجاوزوا عشان يوسقوا كل لحظات زواجهم ويطلعوها على سوشال ميديا بغض النظر عن طبيعة العلاقة او طبيعة الحامة بينهم شكلها من ازاي دي النقطة التانية حضرتك تخيل معايا كل شوية زوج او زوجة عادية مسكين تليفوناتهم وبيقروا يعني مواقف او خبرات سلبية اللي حواليهم بيمروا بيها صح هل ده هيأثر فيهم وفعلهم اللواعي ولا همش هيأثر طبعا هيأثر هيأثر على تعملاتهم مع الطرف التاني ولا لا طبعا هتلاقي بعد كده الزوج يلاقي زوجته مسكة تليفون يشك فيه مين اللي خلق الشك ده هو كل البيئة اللي مش امنة اللي موجودة اللي هو عمال بيتابعها او هي عمالة بيتابعها على المواقع دي او الفيديوهات دي هتخلي التفكير السلبي هو اللي في ذهنه اول حاجة يعني نسيطر عليه طول الوقت طبعا من هنا بيبدأ ايجي النكد ما بيبقاش فيه لغة حوار ودايما أنا يعني فيه حد من المشاركين في تدريبات مواد ده قال تعليق لطيف جدا قال اللي افضل ان احنا اللي نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مش هي اللي تستخدمنا للأسف احنا اصبحنا زي ما حضرتك قلت طبعا انا مش عايز اعمم ولكن اغلب الشباب والبنات اصبح مواقع التواصل الاجتماعي جزء مهم جدا من حياته اذا اكتخيل معي كده لو البيت في يوم من الايام ما بقاش فيه مواقع التواصل الاجتماعي شغالة في اليوم ده المواقع دي حصلها اي عطل اذا اكتخيل شكل العلاقات هتبع عاملة ازاي هيعودوا قدي وقت يتكلموا مع بعض انا اقدر اقول لحضرتك ان فيه نسب كبيرة جدا من الاسر ما تعرفش اضاق التفاصيل عن اولادها او عن الطرف التاني اللي هم عيشين معهم لان ما فيش مساحات انهم يتكلموا كل واحد يقصص عمر بيحاول يعيش في الواقع الافتراضي بالشخصية اللي بيتمناها اما شخصيته الحقيقية اللي بيمارسها في الواقع الحقيقي والله بيحاول ان هو يغيرها بيقلل منها فبالتالي بيقلل من تفاعلاتها فاصبح التعاملات كلها في الاتجاه ده طب فكرة خطورة الحرب اللي هي ده نصير الرجالة او ده نصيرة المرأة وتلاقي المجتمع بينقسم الى نصفين نص بيسقف اللي بيدافع عن الراجل ونص بيسقف اللي بيدافع عن المرأة خطورة الكلام باقي على المدى البعيد لو استمرين فيه اطول من كده او اكتر من كده هو مين مصلحته يعني لو راجل كسب والزوجة خسرت او مراته خسرت هل البيت كسب او لو الزوجة هي اللي كسبت وراجل خسرت هل البيت كسب هل الاولاد كسبه في وقت من الوقات يا جماعة احنا لازم في وقت ان الوقات يبقى عندنا تفكير ناقدي بحيث اه يعني انا مش بقول ان احنا ما نتفرج شو نتفرج بس يبقى عندنا ما يسمى بالفلطرة او عندنا فلاتر مش كل حاجة نسمعها ببقى او في سركياتها صح بالضبط نشوف الكويس وناخد منه اللي يليق بينا نشوف الواحش ونحاول ان احنا نبعد عنه وننفره ولكن في ناس طول الوقت بتسعى لتعزيز مفهوم الرجال من المريخ والنساء من الظهرة وتسعى لتعزيز فكرة التحذب وان لقى اعمل كذا واعملي كذا وبدأ بدأ يعني يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف بقى البيئات والعادات والتقاليد والثقافات بدأ يغير فهوية الاسرة يا بسوذ عمر بدأ يغير فهوية الافراد بدأ يعمل صدمات كتير جدا هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط وللأسف لان ما فيش ضابط او ما فيش حاكم ولكن خلينا اقول له حضرتك ان الحاكم الحقيقي هو تعزيز الوعي عند الناس عند الولاد والبنات عند الازواج والزوجات لان بدأنا نلاقي كمان في مواد ان اغلب الابهات والاميات خاصة عندهم اطفال سنهم صغير عايزين يرتاحوا شوية في البيت ورجعين من الشغل فاسهل حاجة بالنسبة لهم خدوا عودوا اتفراجوا على المواقع ده اتفراجوا على الفيديو ده اعملوا كذا فمنلاقي ان اصبح البيت فيما يسمى بالجزر المنعزلة كل واحد يعيش في جزيرة افتراضية تاني بقول ان مش من مصلحة حد ان طرف يكسب مصلحتنا ان احنا الاتنين سوا نكسب نتحول زي ما قال دكتور عمر من انا الى نحن مزبوط مزبوط وهو ده المفروض الهدف يعني بقى شكرا جزيلا سيد ممدوح المصري منصق مشروع موادة مزارة التضامن شكرا جزيلا لحضرتك وعايز دكتور عمر وارداني بقى ختاما يهمس في اذن كل رجل كل زوج وزوجة قد يكونوا بسمعونا دلوقتي كل واحد في يوم هو عارف بقى هو في المواصلات راح الشغل او في ساعة البريك او قبل ما ينام بيمسك او بتمسك التليفون ياخد شوية النصايح نكد علي النهاردة اعمل ايه او هي مثلا ايه ما بتحبش تروح معايا عند اهلي اعمل ايه ويبتدي بقى ياخد النصايح اللي تطلع له او هي تاخد النصايح اللي تطلع له تعال انا اقول لهم سبعيتين هي سبع صفات الراجل لو ان الزوجة بتعملها معاها تملك قلبه ويبقى هو فرحان وطايم الفرح وسبع صفات لو ان هي موجودة في الزوج هي كمان عطير به نبتدي بمين؟ بزوجة بلاي بيز فرست يلا يلا نبدأ بالسيدات نبدأ بالسيدات الراجل في سبع صفات لو هي موجودة فيه هيبقى هتبقى الزوجة في غاية السعادة هاي اللي هو الساعي الراجل اللي بيكسب وبيسعى حتى لو ان هو بازل موجود ومحصلش فلوس تمام الراجل الحامي الذي يحميها بما في ذلك يحميها من نفسه ويحميها من اي تعدي حتى لو التعدي دوت من قبل اهل الراجل الراعي اللي بيرعاها ودايما بيخف عليها ودايما بيوفرها البيئة الامنة بتاعتها الراجل الحمال اللي بيشيل اللي هو ما يقنش ولا يكن ولا يتعب ولا يتحول الى شخصية اعتمادية بتحب كمان الزوج الغيور الغيور اللي هو يحس ان هي قيمة ويحسسها بغير تودية وغير ليس معنا الغيور الشخص الشكاك لكن الغيور اللي هو يحسسها دايما اللي هي لسه في تعلقها ولسه هي شخصة شابة وبيحبها وبييتم بيها الشخص الفخور يحسسها ان هي نعمة من نعم ربنا وبأدوة تطبيق لقول تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة كمان الشخص الشخص كمان اللي يقود بحكمة مفيش ستة في الدنيا مش عايز الراجل يقود بس يقود بايه بحكمة السبع صفات دولة اللي موجودين عند الراجل تلاقي السبع كلهم تلاقي خمسة تلاقي أربعة وحالفكرة اقول لحضاك حضاك يا سيدي يوجد تلاتة واربعة نكمل بزبط احنا نكملين مع بعض بزبط مش معنى انه بزبط مش معنى ان السبع مش موجودين يبقى خلاص لا احنا اللي مش موجود نكمله وده كله بزبط ولين الطرف التاني ما هواش كامل برضو بزبط بزبط كل اللي احنا بنقول ده بيتكمل وكل واحدة فيها لها تدريب يدربوا لو كل واحدة فيهم اراد انه ايه يريد اصلاح يوفق الله وبينهم السبع صفات اللي في الست اللي الراجل يقول والله طب الحمد لله يا سلام ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كل واحد ورزقه يا سلام اول حاجة ان هي تكون ست متفاهمة مقدرة مقدرة اللي هو فيه مقدرة ظروفه الراجل لو عنده ست مقدرة ظروفه يا سلام شوف تحت راجل كلنا كلنا انا انا اللي قدرة ظروفها تشيروا في قدما تاني حاجة تكون ممتنة وتعبر عن هزا الامتنان انا ممتنة ان انت النهارة بما في ذلك انا ممتنة ان انت منسيتش ان انت تجيب لي العيشة النهاردة انا ممتنة ممتنة حاس الامتنان اه الامتنان ده انا ممتنان على فكرة ده من ده البلسم المعاصر هاي يعني البيت اللي فيه متنان ده يا سلام اهلوا مقبولين للخواطر وبينهم لطافة وكده يبقى اول حاجة متفهمة تاني حاجة ممتنة تالت حاجة محترمة لخصوصيته بلاش اختراق خصوصية تقليعة ان هي ان هم معهم بس وردات ضغط دات من حاجة ما ده اللي اتنين على فكرة اللي اتنين ولا ان هو يقولها انت قلت الممتك ايه ولا قلت الاخر انت ما ده خصوصية هي عايزة تقولها الحياة الخاصة لكل واحد فيه بر البيت يعني يعني قربته مع اهله وعلاقتها مع اهلها مع اصدقائها زمتها المليئة وزمته المليئة زبط دي خصوصية وثقة فيه الراجل اللي بقى يحب ان الست تصق فيه جدا يحس انه بطل لما ايه تصق فيه وفي الغالب المسألة كلها مدارة عن نواه يحس بتتصق فيه لما لما على فكرة الست مش هالي بتتقلم من عدم ثقتها في الراجل بس هو بيتقلم جدا بتقلم ان هي مش واثقة فيه السفر الرابعة ان هي تكون معبرة عن حبها وخاصة قدام الاخرين ان هي تتعبره عن حبها قدام الناس ليه طيب هو بيحس انه يعني كده راجل بطل وجميل وبتحبه ومعبرة عن السفة السبعة ان هي تكون لعملية افرد هو وقع ومعرفش ايه تسنده طبعا اخر حاجة الاخر حالي تكون متقبلة لقيادته متنزعوش على القيادة الحاجات دي السفة السبعة دي لو موجودة في الست راجل يشيرها فوق دماؤه لو لقينا ثلاثة اربعة حلوية برضو تكمل فيه بيتدربوا على دا يكملوا يعني يكملوا احنا عندنا موسم ايام ايام مباركات يعني مش كده غرة شعبانة هي خلاص يعني والله لازم ننتهيز الفرص دي ان بيبقى فيها نفحات وفيها بركات ان الناس تبدأ تبدأ بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى بان هي تجعل البيوت محارب يصلوا فيها صلاة الحياة يا ربي الله جميل محراب يصلون فيه صلاة الحياة خلي بالك احنا عندنا مسجدين مسجد صغير هو المسجد اللي بنصل في الجماعة دا المسجد الاصغر المسجد الاكبر هو مسجد الحياة حضرت النبي قال وجعلت ليه الارض مسجدا فالبيوت افضل مساجد للحياة جميل انا باشكر وحركي على التعبير الرائع شكرا رسيبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لحضراتكم ربنا يا ربي يملى بيوتكم كلها عمار وهدوء كده وراحب بالي صباح لحيد اشتركوا في القناة